الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله نتحدث الآن عن موضوع جميل في مواضيع علوم القرآن الكريم ألا وهو المكي والمدني من آيات القرآن الكريم وسوره في نهاية هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف على المراد بالمكي والمدني وضوابط المكي والمدني من الآيات والسور وأهمية هذا العلم ومدى عناية العلماء به من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضو الله عليهم وطلابهم إلى زماننا هذا وسنذكر أهم مميزات السور المكية والسور المدنية في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم ومن حفظه أن حفظ ما فيه من علوم وكنوز من عهد نزول القرآن الكريم وإلى زماننا هذا فلذلك الله تبارك وتعالى اصطفى علماء قاموا باستخراج هذه العلوم من القرآن الكريم من الصحابة رضو الله عليهم ومن بعدهم في كل زمان من هذه العلوم ما يسمى بالمكي من القرآن الكريم والمدني من القرآن الكريم هذا العلم اهتم به الصحابة رضو الله عليهم وأرضاهم ومن بعدهم اهتم به العلماء من اهتبام الصحابة ما يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقسم ويقول والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا غيري أعلم مني بكتاب الله تبارك وتعالى تبلغه الإبل أستطيع أن أصل له بالسفر لركبت إليه سافرت إليه حتى أتعلم منهم انظر إلى اهتمامه فيما عرفت أين أنزلت كل سورة وفيما أنزلت كل آية والتعبير الأول يتكلم عن السورة هل هي بكية أو المدنية نزلت في أي مكان وفي أي زمان والتعبير الثاني فيما أنزلت عن الآيات فهذا سبب نزول كل آية ومجيئها فلهذا السبب عندما رأى العلماء اهتمام الصحابة رضو الله يعلم وأرضاههم هذا الاهتمام بهذا العلم تأكد لهم أهميته فساروا على منهالهم وعلى نهجهم في الاهتمام بهذا العلم هذا العلم ليس علما اجتهاديا بحتا وإنما هو علم نقلي بمعنى لا نستطيع أن نعرف هل هذه السورة أو هذه الآية مكية أو مدنية إلا بالنقل الصحيح فنحتاج إلى الرواية الصحيحة الصادقة عن من عاصر وقت النزول يخبرنا أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت من اهتمام الصحابة رضو الله يعلم وأرضاههم أنهم كانوا يتخذون بعض الأماكن التي نزلت فيها الآيات هي أماكن للذكرى يتذكرون فيها وقت النزول وما نزل فيها ولذلك كانوا يؤرخون ويؤقتون كل آية بوقت نزولها ومكانها يذكر أن رجلا سأل عكرم رضي الله عنه ورضاه عن آية من القرآن الكريم فقال نزلت في سفح ذلك الجبل وأشار إلى سلع الجبل في المدينة نزلت في هذا المكان هو ربط بين نزول هذه الآية وبين المكان الذي نزلت فيه وكان يكفيه مثلا أن يقول أنها نزلت في المدينة أو هي من القرآن المكي أو نزلت بعد الهجرة لكنه يحدد له مكانها وليس فقط في الجولة وإنما في سفح ذلك الجبل وكما ذكرنا بناء على هذا اهتم العلماء من بعض الصحابة رضو الله عليهم بالمكي والمدني وكان اهتمامهم على نوعين النوع الأول أفردوا هذا العلم بالتأليف فألفوا كتبا في معرفة المكي والمدني من القرآن الكريم وفي زماني هذا توسع بعض العلماء في الكتابة في خصائص الصور المكية وخصائص الصور المدنية عبر استقرائها يعني بعد أن عرفوا ما ذكره العلماء من هذا مكي وهذا مدني حاولوا أن يضعوا أهم المميزات والسمات والخصائص التي انتاز بها كل نوع منهما وسنأتي إلى ذلك إن شاء الله بشيء من التفصيل لاحقا هذا النوع الأول الذين أفردوه بالتأليف هناك نوع آخر وهي وهم الذين جعلوا في كتبهم بابا يتحدث عن المكي والمدني فهو جزء أصيل في كتب علوم القرآن فالذين كتبوا في علوم القرآن غالبا يتحدثون في باب أو فصل أو قسم مستقل عن المكي والمدني من القرآن الكلم ما المراد بالمكي والمدني أو ما هو تعريف المكي والمدني هذا مما اختلف فيه علماء علوم القرآن والتفسير وسبب الاختلاف هو اعتماد هذا التعريف على أمور هل نستند إلى موضوع الخطاب القرآني فنحدد المكي والمدني أم نستند إلى زمن نزول الآيات فنحدد المكي والمدني أم نستند إلى مكان نزول الآيات فنحدد المكي والمدني فبناء على الاختلاف في هذه الأمور الثلاثة اختلفت التعريفات فأولا الذين استندوا إلى مكان النزود فقالوا ما نزل بمكة فهو مكي حتى لو نزل بعد الهجرة وما نزل بالمدينة فهو مدني هذا تعريف موافق للإسم أو العنوان لكن هل هذا مسلم؟ عندما نقول نزل بمكة طيب ماذا نقول عن التي نزلت في ضواحي مكة الذي نزلت في ميناء ونزلت في عرفات والذي نزلت في الحديبية من آيات ماذا نقول عنها؟ قالوا نقول عنها كلها مكية هذه مكة وضواحيها كلها مكة طيب والذي نزل في بدر وفي أحد بعيدا عن المدينة المنورة قالوا هذا كله مدني لأن المدينة وضواحيها مدني طيب لكن هذا التعريف فيه إشكالات ولذلك رده كثير من علوم القرآن الكريم السبب أنه هذا التعريف غير ضابط ولا حاصر لأفراده من آيات وسور فمثلا عندنا هناك آيات ما نزلت لا في مكة ولا في المدينة ولا في ضواحي مكة ولا في ضواحي المدينة منها ما نزل بتبوك لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة هذه نزلت بعيدا لا في مكة ولا في مدينة أين نضعها فبالتالي هناك آيات كثيرة أيضا كانت تنزل في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم أو غزواته فكيف لا تدخل بالتعريف لا في مكة ولا في المدينة لا يضبطها ولا يحصرها ولذلك ما يرجح هذا التعريف والله تعالى النوع الثاني من التعريفات كان يستند إلى موضوع خطاب الآيات فيقولون ما وقع خطابا لأهل مكة فهو مكي يعني ما يأتي بي يا أيها الناس يتحدث معي يا أيها الناس هذا مكي لماذا؟ لأن الصفة الغالبة لأهل مكة كانت الكفر فلا يستطيع أن يخاطئهم يا أيها الذين آمنوا المؤمنون كله فالآيات تقول يا أيها الناس فإذن هذا وقع خطابا لأهل مكة إذن هذه الآيات مكية إذن هذا هو تعريف المكي في حسب هذا الموضوع موضوع الخطاب والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة يعني الآيات التي تبدأ بي يا أيها الذين آمنوا لماذا؟ لأن الغالب على أهل المدينة كان أنهم من أهل الإيمان فخطبوا بي يا أيها الذين آمنوا هل هذا التعريف يسلم هذا التعريف أيضا يرد لسببين السبب الأول هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم ما صدرت بي يا أيها الناس ولا بي يا أيها الذين آمنوا فماذا نفعل بها؟ بل حتى آيات النداء منها ما نودي به النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ النبوة يا أيها النبي اتق الله فبالتالي هذه أين نضعها؟ ما تحتمل إذن هذا لا ينضبط ولا يحصر جميع الأفراد وأيضا حتى استخدام يا أيها الناس هناك آيات مدنية جاء فيها يا أيها الناس من أشارها ما افتتحت به سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام هذه الآية نزلت في المدينة وصدرها الله تبارك وتعالى بخطابه للناس أجمعين إذن اختلفت القاعدة وأيضا جاءت آيات مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا ومن أشهرها في سورة الحج في آخرها الله تبارك وتعالى يخاطب الذين آمن يا أيها الذين آمنوا وركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير فآية مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا وآية مدنية وفيها يا أيها الناس إذن هذا التعريف أيضا فيه إشكالات نأتي إلى النوع الثالث من التعريفات الذي يعتمد على زمن النزول فيقولوا ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكي حتى لو نزل في غير مكة وما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني حتى لو نزل في غير المدينة وحتى لو نزل في مكة المكرمة وهذا من أشهر التعريفات وهو الذي يعتمده أكثر العلماء ويشتهر في الكتب وهو منضبط لأنك حددت فترة زمنية ولا يمكن تقديم زمن بعد ذلك ولا تأخيره فزمن الهجرة وهو زمن الفاصل بين الدعوتين والمكانين والحالتين للمؤمنين وغير ذلك فهذا هو الفاصل بين المكي والمدني وبناء عليه ما نزل من آيات في مكة المكرمة مثل ما نزل في حجة الوداع نزلت في مكة المكرمة والآية تعتبر من المدني لا تعتبر من المكي لماذا؟ لأنها نزلت بعد الهجرة وقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها نزلت في مكة أيضا وقيل نزلت في جوف الكعبة ورغم ذلك فهي تعتبر مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة إذن التعريف المختار والمشهور أن المكي ما نزل قبل الهجرة وأن المدني ما نزل بعد الهجرة والله تعالى أعلم ننتقل الآن إلى الحديث عن ضوابط السور والآيات المكية والسور والآيات المدنية حول العلماء أن يجمعوا أهم الضوابط لهذا ومن ذلك قالوا أن ضابط الآيات والسور المكية أن السجدات التي في القرآن الكريم أي سورة فيها سجدة فهي مكية السجدات نزلت في مكة واستخدام لفظة كلا في آيات القرآن الكريم هي لفظة كانت تستخدم في الآيات المكية فكل سورة فيها سجدة مكية وكل سورة فيها لفظة كلا فهي مكية وكلا ما جاءت إلا في النصف الأخير من القرآن الكريم ووردت ثلاثين مرة في خمس عشرة سورة فكلا ما جاءت إلا في آخر القرآن الكريم والسور التي في آخر القرآن الكريم أكثرها مكية أيضا السور التي فيها قصص الأنبياء وإخبار عن الأمم السابقة والحكم والعبر منها وما جرى لهم وغير ذلك هذه كلها سور مكية إلا سورة البقرة جاء فيها حديث عن القصص السابقة وشيء من ذلك لكنها سورة مدنية فعد البقرة أي سورة فيها قصص الأنبياء فهي مكية أيضا السور التي افتتحت بالأحرف المقطعة هذه سور مكية السور التي افتتحت بألف لام ميم ألف لام راء حاميم وغير ذلك من الأحرف المقطعة هذه سور مكية لكن عندنا استثناءان وثالثهما مختلف فيه البقرة مرة أخرى افتتحت أيضا بالأحرف والعمران مع كلاهما افتتح بالأحرف المقطعة لام ميم وهما مدنيتان والرعد سورة مختلفة فيها هل هي من المكية أو المدني افتتحت فيها لام ميم راء وبالتالي سوى هذه السور الثلاث أي سورة افتتحت بالأحرف المقطعة فهي سورة مكية وهذا يسهل على القارئ وحافظ القرآن الكريم أن يفرق بين المكي والمدني بالمقابل ضوابط السور والآيات المدنية السور التي فيها فرائض من الأحكام التي فرضها الله تبارك وتعالى ذكر فيها الصوم أو الزكاء أو الحج وغير ذلك هذه مدنية والسور التي فيها حدود شريعات حدود وقصاص فهي أيضا سورة مدنية السور التي فيها ذكر المنافقين فهي سورة مدنية ويشكل عليها آية في سورة العنكبوت فلا يعلمن الله الذين آمن ولا يعلمن المنافقين والسورة مكية ووجه العلماء هذا بتوجيهات لكن بالنسبة للقارئ سواء سورة العنكبوت أي سورة فيها ذكر المنافقين فهذه السورة سورة مدنية أيضا النقاش في المدينة تحول من الخطاب مع المشركين في مكة المكرمة إلى الخطاب مع أهل الكتاب فأي سورة في القرآن الكريم فيها نقاش وجدال مع أهل الكتاب فهي سورة مدنية هذه أهم الضوابط العامة التي سطيع الدارس أن يضعها نصب عينيه عندما يقرأ كلام الله تبارك وتعالى ننتقل الآن إلى الحديث عن ميزات السور المكية والسور المدنية السور المكية تتحدث عن الدعوة إلى أصول الاعتقاد أصول الإيمان أركان الإيمان الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور الإيمان بالجزاء والعقاب الإيمان بالرسل الإيمان بالملائكة والأدلة العقلية على هذه الأمور إذن تتحدث عن أصول الإيمان وأصول الاعتقاد أيضا تناقش وتجادل وتحاجج المشركين وتثبت عليهم تقيم عليهم الحجة على بطلان اعتقادهم وعلى بطلان تقليدهم لأبائهم وعلى بطلان عبادتهم للأصنام وغير ذلك وتبين لهم أن ما يدعون أنه آلهة لا تضر نفسها ولا تنفعها بل ولا تسمع دعاءهم ولا تستجيب لدعائهم ويثبت أن القرآن الكريم تنزيل من الله تبارك وتعالى وأنه حق وأنه كلام الله تبارك وتعالى وأنه لم يأتي به إلا الله تبارك وتعالى أيضاً تدعو إلى أصول التشريعات العامة في الأديان كلها أصول الأمور التي يتفق عليها عقلاء البشر وتتفق عليها جميع الشرائع السماوية تأكيد الإيمان وترسيخه والثبات عليه وعلى العقيدة في العلاقة مع الله تبارك وتعالى الأمر بعبادة الله والقيام بين يديه والصلاة له الأمر بالصدقة ومساعدة المحتاجين أداء الأمانات بر الوالدين النهي عن الاعتداء النهي عن القتل النهي عن الظلم النهي عن الزنا النهي عن أكل أموال الناس بالباطل بر الوالدين تتكلم عن الأمور العامة تشريعات العامة التي اتفق عليها العقلاء وجاءت بها جميع الأديان من الله تبارك وتعالى أيضاً السور المكية تذكر قصص الأنبياء مع قوامهم الحدث من ذلك تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأخذ العظة والعبرة منها والاستفادة منها وبيان أن دعوة الرسل من الله تبارك وتعالى واحدة وأن الدين من الله عند الله تبارك وتعالى الإسلام وأنهم كلهم كانوا مسلمين لله تبارك وتعالى وأنهم كلهم تعرضوا للأذى من قومهم وصبروا في سبيل عقيدتهم وعبادتهم لربهم إلى أن صنعهم الله تبارك وتعالى وفيها أيضاً تأكيد على أن مصدر القرآن الكريم من الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون مصدراً بشرياً لأن في مكة المكرمة ما كان هناك أهل الكتاب وقريش وأكثر العرب خاصة في مكة المكرمة ما كان عنده معلم بأحداث الأمم السابقة وتفاصيلها ولو أن القصص هذه نزلت في المدينة لربما شك المبطلون أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه من اليهود في المدينة أو من النصارى أو من من حولهم فأخذ منهم ذلك فوضعه لكن القرآن الكريم في قصصه يثبت أنها من أنباء الغيب ما كان يعلمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين فبين الله تبارك وتعالى أن قومه ما كان يعلمها لو كان عندهم علم بها لقالوا نعلمها لقال هذا غير صحي كيف تقول ما كنت تعلمها أنت ولا قومك ونحن نعلمها والعياذ بالله لكن لأنهم يعلمون أنهم لم يكن يعلمون أي شيء من هذا بل إنه إذا جاءهم أم كانوا يسألون اليهود والنصارى عن ذلك وقصص القرآن الكريم رغم التشابه العام بينه وبين ما جاء من روايات في التوراة والإنجيل وغيرها إلا أنه يختلف عنها فربما يصحح بعض الأخطاء التي فيها ولا يذكر بعض ما فيها من أمور تأخذ على الأنبياء أو غيرهم فيما حرف من روايات وغيرها ويضيف نقاط وجزيات غير موجودة لا في التوراة ولا في الإنجيل ويثبت التاريخ والدراسات التاريخية بعد ذلك أن القرآن الكريم هو الحق وأنه كلام الله تبارك وتعالى من ميزات أسور المكية أن آياته وسوره قصيرة ليست طويلة الطوال في السور وهذه نزلت في المدينة أما السور القصار فأكثرها هذه التي نزلت في مكة المكرمة سبب نزول السور القصيرة والآيات القصيرة في مكة أن الإسلام في بدايته والمسلمون في بدايتهم ويحتاجون إلى أن يحفظوا قليلا قليلا على كل التي عددهم وأيضا أن التحدي الآن سيكون لقريش بأن يأتوا بمثل هذا القرآن وهم أهل الفصاحة والبلاغة ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم تحداهم أو ما تحداهم بالسور الطوال الكبيرة لا قالوا هذا يأخذ وقت طويل أو يضيع أو يصعب علينا وإنما التحدي كان أن يأتوا بشيء مثل هذه السور القصيرة السهلة عليهم التي هي في أعلى مقامات الفصاحة والبلاغة وهم يعلمون هذا ويعرفونه فلذلك عندما استسلموا وما عارضوا علم كل إنسان منصف أن القرآن الكريم حق من الله تبارك وتعالى وهم لا يستطيعون له سبيلا ولا يخفى عليكم أن التحدي والإعجاز إنما يكون للمتخصصين المعترفين المتمكنين الخبراء في الموضوع وإلا لا يكون بعد ذلك تحدي فلا تأتي إلى إنسان ما يعرف اللغة العربية وتقول له وتتحدى تقول تأتي بمثل القرآن أو إنسان معرفته اللغوية ضعيفة وتقول له مثل القرآن وإنما تحدى أهل الفصاحة وأهل البلاغة الذين كانوا يتنافسون وعندهم كانت عندهم نوادي يجتمعون فيها للمنافسة في الفصاحة والبلاغة وفنونها لكن عندما يسمعون وهم أهلها يعلمون أن هذا الكلام ليس من كلام البشر وكما نقل عن الوليد المغير وغيره عندما كانوا يسمعون كلام الله تبارك وتعالى فيقولون الله ما هو بقول بشر وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه فيعرفون يقينا أنه ليس من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأي إنسان عاقل منصف إلى يومنا هذا لو قرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث واستمع إلى تلاوة القرآن الكريم يعلم أن هذا غير هذا المصدر مختلف حتى لو كان الموضوع الذي يتحدثان عنه واحدا تجد أن القرآن الكريم يختلف في أسلوبه عن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مراته الفصاحة والبلاغة ولا يقترب من القرآن الكريم كذلك والله تعالى أعلم هذا بخصوص الصور المكية أما الصور المدنية فتتحدث عن التشريعات التفصيلية والأحكام العملية العبادات والمعاملات في أحكام أركان الإسلام تطبيق وتفاصيل أحكام الصلاة والصلاة في السفر والصيام والصيام في السفر والمرض والزكاة والمستحقين لها والحج وتفاصيله وماذا يفعل الإنسان إذا حصل له شيء عرض له شيء في الحج وأحكام المعاملات مثل النكاح والطلاق والبيوع وتحريم الربا وأحكام القصاص وغير ذلك الآن أصبحت تفاصيل تشريعية وأحكام عملية يحتاجها المسلم ويحتاجها المجتمع الإسلامي فجاءت هذه التشريعات تغطي هذه الجوانب النقاش انتقل من النقاش مع المشركين إلى النقاش مع أهل الكتاب وبيان تحريفهم لكتبهم وتحريفهم لعقائدهم التي جاءت بها أنبياؤهم وإنكارهم أو إخفاؤهم للبشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان وتغييرهم للكلم عن مواضعه وغير ذلك تناقشهم هذه السور ولأنهم الآن الموجودين في المجتمع المدني أيضا تتحدث عن فئة جديدة ظهرت في الإسلام ألا وهي فئة المنافقين فهؤلاء الآيات تفضحهم وتظهر ما يحاولون إخفاءه وما في قلوبهم وأنهم من أهل الدنيا وأنهم غير مسلمين حقيقيين وأنهم يسعون مع أعداء الإسلام في هدمي الإسلام وغير ذلك ففضحهم الله تبارك وتعالى في الآيات المدنية من الآيات المدنية ميزات الآيات المدنية تتحدث عن الصراع بين المسلمين وغيرهم لأن الدولة الإسلامية المسلمون في المدينة المنورة في بداية نشأتهم في عاصمة الإسلام المدينة المنورة تعرضوا ما تركهم أعداؤهم في حالهم وإنما هجموا عليهم وحالوا محاربتهم إذن الآن تتحدث الآيات عن الدفاع عن الإسلام والمسلمين عن حماية المسلمين عن رد العدوان أحكام الجهاد والحكمة من الجهاد وبعض الأحكام التشريعية التي تتعلق به وغير ذلك فإذن هذه السور تتحدث عن تشريعات خاصة بهذه المرحلة الخطيرة في حياة المسلمين أكثر السور المدنية طويلة وآياتها أيضا طويلة ليست قصيرة مثل سور وآيات مكة المكرمة السبب لأنها تتحدث عن هذه الأمور كلها فالتحدث بالتفصيل عن أحكام وتشريعات وتفاصيل وغير ذلك يحتاج إلى بسط يحتاج إلى إسهاب فيحتاج إلى بيانه فلهذا السبب جاءت هذه الأسور هكذا من عظمة القرآن الكريم أنه يجمع بين هذين الأسلوبين العظيمين أسلوب الإجاز وأسلوب الإطناب أسلوبان في البلاغة والفصاحة تقتضي والبلاغة تقتضي أن يوضع كل شيء في موضعه فعندما ناسب أن تكون السور المكية تناسب أن تكون قصيرة في آياتها وسورها جاءت هكذا وهذا في قمة الفصاحة والبلاغة وعندما ناسب أن تكون السور والآيات المدنية فيها إطناب وبسط وتفصيل جاءت هكذا فكان القرآن الكريم في الحالتين في أعلى درجات البلاغة والفصاح بعد أن تعرفنا على هذا يسأل سائل ما الفائدة من معرفة المكي والمدني هناك فوائد لهذا منها معرفة ما قد يوجد في بعض آيات القرآن الكريم من نسخ النسخ ثابت بنص القرآن الكريم لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى من أهمها التدرج في التشريع فإذن عندما نعلم ما نزل في مكة أو ما نزل في المدينة نعلم أن هذا نزل قبل الهجرة وهذا نزل بعدها وأنه حصل نسخ في هذه الآية أو في تلك فلا يمكن معرفة ذلك إلا بمعرفة تاريخ النزول فعندما نعلم تاريخ نزول الآيات نعلم التدرج الذي حصل في التشريع والنسخ الذي حصل أيضا نتعرف على مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام ومراحل تاريخ التشريع وأطوار التشريع وتفصيلاته سواء في الدعوة أو في الأحكام حتى في أحكام العبادات وأركان الإسلام كلها مرت بتاريخ تشريع ولها أطوار تعرف من دراسة ما نزل في مكة وما نزل في المدينة يعني المكي والمدينة أيضا يساعدون هذا في التفسير لأن بعض الآيات في القرآن الكريم نزلت في فترة معينة في عصر معين وهو مقتبى الحكمة في ذاك الوقت لكنها لا تبقى على هذا المعنى ومن ذلك مثلا سورة الكافرون لو أن إنسانا قراءها وقرأ لكم دينكم وليدين وهو لا يعرف أنها مكية أو مدنية فقد يحار في معناها فيرى أنه والله ما في داعي للدفاع عن الإسلام ولا المسلمين ولا الجهاد وإنما كل إنسان تقول له لكم دينكم وليدين وانتهى واستقر الأمر على هذا لكن عندما يعلم أن هذه السورة إنما نزلت في مكة المكرمة وعندما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا بين العبادتين قالوا نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما وقال لا لكم دينكم وليدين يعني لا أقبل هذا أرفضه فيتضح أن المعنى أن هذه الآية نزلت لهذا المعنى هذه الآية نزلت لهذا المعنى ولم تنزل على أنها عدم مشروعية مثلا الجهاد والدفاع عن الإسلام والمسلمين وحماية المسلمين ومكتسباتهم نعم أيضا مما يستفاد له في معرفة المكي والمدني أن كيفية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى اشترط أمورا في الدعوة إلى الله عز وجل أن تكون هذه الدعوة على بصيرة قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أي الإنسان يكون عنده علم ويعرف ما يقول وما يتحدث عنه وكيفية الحديث ثم قال الله تعالى ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فصيغة الخطاب وطريقة الخطاب وطريقة تقرير المعاني تختلف عندما التحدث مع الإنسان لا يؤمن بالله أصلا أو إنسان قائم في حياته على الكفر أو إنسان مشرك بالله تبارك وتعالى اختلف عن خطابك مع أهل الكتاب الذين يؤمنون بالله في أصل الإيمان ويؤمنون بوصول أركان الإيمان وعندهم أركان أيضا من الأركان العملية والأحكام لكن عندهم تحريفات في هذه طريقة الخطاب وأسلوبه يختلف الداعية إلى الله تبارك وتعالى يجب أن يكون حكيما ويختار أفضل طريقة تخاطب بها الناس بالموعظة الحسنة وإذا وصل إلى الجدال يكون هذا الجدال بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن وفي أهل الكتاب خاصة ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن كل قوم وكل ناس وكل عقائد وخلفيات تحتاج إلى أسلوب مختلف في الخطاب كما هو أسلوب القرآن الكريم نختم بالجانب العملي الذي نستفيده من معرفة المكي والمدني رأينا حرص الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم على المعرفة ما يستطيعون من علوم القرآن الكريم مهما بذلوا في سبيل ذلك من جهد كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وأنه لو علم أن أحدا يعلم أكثر من ما يعلم لارتحل إليه وهذا لعلمهم بأهمية القرآن الكريم وأهمية العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم ولعلمهم أن هذا يعين في فهم القرآن الكريم وتدبره حتى قال إنه يعلم أين نزلت كل سورة وفيما نزلت كل آية والعلماء تبعوهم بعد ذلك لعلمهم أيضا بذلك فإذن علينا أن نحرص على تعلم علوم القرآن الكريم وعلى الاهتمام بها وعلى الاستفادة منها في فهم كلام الله تبارك وتعالى وتطبيق تعاليم الله تبارك وتعالى في حياتنا لمن أراد الاستزادة حول هذا الموضوع والمواضيع الأخرى في علوم القرآن الكريم راتا أخرى البرهان في علوم القرآن لبدر الدين زركشي وفنون الأفنان في علوم القرآن لابن الجوزي وهناك كتاب معاصر بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم لموسى الإبراهيم وغيرها الكتب اللي ذكرناها سابقا نختم بالمناقشة وبإمكانك المشاركة والإجابة على الأسئلة الموجودة عندك أيضا وهي تتحدث عن التعريف الراجح في المكي والمدني وعلى ماذا اعتمد هذا التعريف والمقارنة السريعة بين السور المكية والمدنية وما هي أهم الفوائد التي نستفيدها عن معرفة المكي والمدني ثم بعض العبارات هل هي صحيحة أم صاطعة مثلا القول الراجح في تعريف المكي والمدني أن المكي ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة أي حسب مكان المزول هل هذا صحيح أم خطأ وأن كل سورة فيها فريضة أو حد فهي نزلت بمكة أو مكية هل هذا صحيح أم لا وأن الميزات الآيات والسور التي نزلت في المدينة أنها تتحدث عن التشريعات التفصيلية والأحكام العملية صح أم خطأ ومن فوائد معرفة المكي والمدني في القرآن الكريم أنه يعين على معرفة الناسخ والمنسوخ من الآيات نختم بهذا ونكتفي بهذا القدر ونشكر لكم حضوركم ومشاركتكم وندعو الله تبارك وتعالى للقائمين على المنتدى الإسلامي هذا الصغر العظيم وهذه الجهود الطيبة وهذه الدورات النافعة المباركة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في حسناتهم وحسنات القائمين جميعاً ومشاركين ومعاونين والحاضرين والدارسين والمدرسين وجميع المستفيدين بإذن الله تبارك وتعالى وندعو الله أن يجعل ذلك صدقة جارية لهم أجمعين وأن يوفقنا في أمور الدنيا والدين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح المتقبل آمين اللهم آمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته